معنا من بيروت مراسلت هنا كلودي أبي حنى كلودي أهلا بك تعددت التفسيرات الأولية لسبب هذا الحريق المفاجئ والصادم مرة أخرى في نفس موقع الكارثة مرفأ بيروت هناك من يقول أنه إتلاف لأدلة تحقيقية متعلقة بالانفجار وآخر يقول أنه عمليات تلحيم لم تراعى فيها شروط السلامة والأمان هل هناك روايات أخرى؟ في الواقع الخشية أن تستمر هذه التحليلات كلها مع بعضها البعض وهذه التوقعات التي كان قد أوردها رئيس الجمهورية بنفسه مساء أمس خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاندفاع الخشية أن تستمر كل هذه الاحتمالات من دون أن يحصل اللبنانيون على حقيقة واحدة تبرهن لهم وتظهر لهم ما حصل بالفعل من هذا الحريق الثاني في المرفأ وأيضا ما حصل في تفجير المرفأ الهائل في الرابع من آب أغسطس اللبنانيون اليوم يستعدون أنفاسهم بعد حالة الرعب التي عاشوها بالأمس ولكنهم أيضا تعبون ويخشون من أن لا يحصلوا على تحقيق موضوعي وشفاف ومستقل حيال هذين الحدثين الكبيرين الذين أتيا في غضون أقل من أربعين يوما في أي حال كان لافتا اليوم أنه غدا هذا الحريق يجتمع الرئيس اللبناني ميشيل عون بقائد الجيش وبالضباط الذين هم مسؤولون عن الأحوال ومتابعة الأوضاع في المرفأ ولكن من دون ذكر أي أمر يتعلق بالوضع الأمني ولماذا نشب هذا الحريق كانت كل المعطيات والمعلومات التي تم توزيعها بعد الاجتماع تشير إلى الأمور الإدارية واللوجستية والمرتبطة بالمساعدات من دون أي إشارة إلى الأسباب التي أدت إلى نشوب هذا الحريق في مرفأ بيروت في أي حال الشرطة العسكرية تحقق مع حوالي عشرين شخصا من الذين كانوا في المرفأ يعملون في شكل ميداني لدى نشوب الحريق وذلك بإشراف النيابة العامة العسكرية ولكن حتى الآن ليس من أدنى معطيات جديدة حول هذا الموضوع اللبنانيون يترقبون وذلك على غرار هذا التحقيق الطويل والمستمر في شأن تفجير الرابع من آب بحيث يستمع المحقق العدلي للشهود ولأشخاص ويستدعي الناس ولكن من دون أن يطلع اللبنانيين على أي حقائق مفيدة تظهر لهم في الواقع ما حصل في المرفأ كلودي أبي حنى مراسلتنا في بيروت شكرا على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر